اشتركوا في القناة بحب العيلة كتير بيتوتية هاي ختام اللحن يعني وقت التصوير بروح على التصوير وبرجع دغري على بيتي ومرتاحة يعني متصالحة مع نفسي الحمد لله بس يالي بيشوف ادوارك بيضيع بن ختام الحنونة طيبة وبن ختام القاسية اياها بتشبه شخصيتك اكتر لا الحنونة انا بالحياة حنونة القاسية ادوار الممثل بدو يلعب كل شي حتى مجنون يعني حتى الحياة المجنونة ايه عادة ختام يعني الممثل عنده حياة تحت الأضواء وعنده حياة تاني كليا بعيدة عن الأضواء صعي كيف تصفي حياتك اللي تحت الأضواء لقد تلك حياتي كتير طبيعية متلي متل هالعالم يعني بحب بيتي بحب عائلتي بحب جوزي اخوتي حوالي هاي ختام وأصحابي كمان يعني ما بتعيشي حياة الشهرة يعني اليوم الإنسان المشهور وينما يروح كتير بيكون فيه عليه أضواء حتى لو ما كان عم بيمثل الأضواء اللي علي اللي أنا بكون مبسوطة فيها وقت الناس اللي بتشوفني وبتقول لي نحنا منحبك نحنا منتابعك نحنا هاي اللي بحبها بس أضواء التانية إنه شوفوني أنا المسلي أنا هاي لا هاي ما بحبها أبدا بعيدة عني كلية انت فت على التمثيل بصطفي طبعا واكتشف يعني وأطلقتي موهبة فيك يمكن ما كنت بتعرفيها أنا موجودة أصلا أو أنت من بيئة محافظة قدي واجهة صعوبات مش هالمحافظة يعني الكتير مكبوطة يعني إنه هي بس ايه عائلة محافظة يعني كان فيه صعوبات يعني ببدايك لا لا أبدا أبدا ولا قلت لأنه كان جوزي معي وكان خيي وهن اللي شجعوني إنه بس هالحلقة إنقاذ أعرفتي أنا ما كنت مفكرة لا أعمل ممثلة ولا أوقف قدام كاميرا بس بوقت المخرج هو أصر إنه بده إياني لأنه كان المسلسل تاريخي اسمه وقالة العرب وأمثال العربية فبده النوجوه إنه تكون قريبة للجو والعرب منه داريخ السمرة طويلة هاي لأنه كان المثل اللوتية واللتي طويلة والقصيرة كيفتي؟ فكنت أنا وسهام قبر العزب وجهه لتحية وكان جوزنا نقيب كمان نوجه له التحية نعمة بدوي كان جوزي بالهاي أخي التنتين القصيري والطويل كان عندك باكراوند فني؟ أو فت بلا أي باكراوند بلا خلفية فني؟ إنه مش لقلك هيدا الخط ومشواره صعب وشوف مهنة تانية ووقف بدربه ما خليه يعني هو ووقف بدربه بس أنت خلاك أنا خليني لأنه هاي اللي ما بعرفه لا ما عارض أبدا بحيديك الأيام كان العكس الشاب يمكن ما سنوك يشتغل البنة لا أنا لا ما عارضه يمكن عنده نسئة فيه يمكن ما بعرف شو اللي خليه خليه قلنا إيه شو علي ما فيه شي وبعدين المكياج المكياج كمان فن كمان إذا ما عرفتي الشخصيات ما بتقدري توصليها وانت كنت بيجو المسلسلات كنت عم تشتغلي مكياج للمسلسلات طيب جربتي تحترفيها بعدين يعني أنت ما انك درسي تمثيل ما جربتي تفوتي على معهد تدرسيها تحترفيها ولا فكرتي بالموضوع ما فكرت أبدا والحمد الله ماشي فيها يعني وحتى في طلاب بيقولوا لي مناخد عنديك دروس هاي بس أنا ما بقبل ما بتقبل الدرسي لأنك ما انك درستها أو شو السبب لا لأنه كمان في أسات زيت جامعة هاي دي يعني شغلون هني أنا بيجي بتخطى وبيدي أعمل مثلون لا كل واحد بيعرف طيب المعروف أنه هيدا المجال في بقلبه كتير تنازلات في بقلبه كتير تطحيات أو أنت كنت صبي بلشت بي أول صباكي يعني أين تختم اللحام قدمت تطحيات أو تنازلات بهيدا المجال؟ الحمد لله الحمد لله يعني كل الوسط الفني بيعرف وأنا جوزي بحبه كتير وهو بالوسط الفني اسمه حسين السيد كان حيفني هيك وكان كتير واخد رأيه بكتير إشياء يعني يجيني أدوار لأني جديدي يقول لي لا هاي متلعبية بعدها العالم ما بتعرفيك هيدا متلعبية هيدا كذا كان كتير وأنا بحترمه كتير لأنه وقف بجانبي وحماني أنا بعتبر أنه حماني بالحياة كلها يعني قدم هم اليوم الصبي بي عالم الفني يكون في حدا 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 عم بحميه عم بوجهها صح؟ طبعا بكل المهن بكل المهن إذا ما في مين عم بيوجهك ومين عم يدعمك ومين هاي ما فيك تكافي تستمر أكيد طيب كمان مثل ما في نجاحات في خيبات وأكيد ما رأتي بخيبات بعالم الفن شو الأكتر هيك خيبات بتتذكرية أكتر شي مرأ معيك أبدا ولا نهار بكيتي من يمكن من التعب يمكن من دور معين يمكن من مشكلة معين صار معيك في أيام مثلا نظهر من البيت الساعة الستة الصبح نرجع تاني يوم الساعة الستة ونبقى عم نشترك بس نبقى مبسوطين ما مرأت بهاي الخيبات لا ما بكيت بالعكس كنت مبسوطة وكان عندي اندفاع وحبها وبهذاك الزمن بزمن الحرب كان ما عندك مشكلة تطلعي من البيت وجده وترجعي وجده مرة نمنا بالتلفزيون تلت الخيات كنا عم نصور وقالوا فيه تقنيس وقصف ما حدا يطلع نمنا بقلب الساديو لتاني يوم أديها لهيك هالذكريات بتعلم؟ حلوة والجو كان أحلى من هلأ كانوا عيلة يحبوا بعضهم أنا بقول تخرجت من مدرسة هاو القدامة الطبيعيين كتير ناس مهمة بأخلاقهم بكل شيء يعني ما نسدي أنه أنت بدنا نرجع على التصوير لنلتقي شو حلوة يعني لما تكون هيك عن جد حاب الشي اللي عم تعمليه قد ممكن بيأبدع الواحد أكتر من إذا عم بيروح بس لأنه الشغل عم يشترعه ويشجعه هلأ بتشوفي ما فيه هيدا الجاو فيه هلأ تغير الظرف وتغير والناس كمان والوضع اللي نحن فيه جبرة الناس تتغير شوية بس قبل لا قبل عيلة عيلة بقلك عيلة إيه يعني نهار العطلة ما نبعد عن بعضنا يبقى نجتمع كم شخص ونروح على مطعم لحتى نقعد ونروح ويوميا نروح على الكافي دو بري لحتى نبعد ما تخلصوا وتمسيلي أو قبل أو العطلة لازم نلتقي مع بعضنا والكل يعني بيخاف على مصلحتك ما فيها الحركات يعني هي بطلت موجودة اليوم بطبيعة الحال أو بعدها موجودة ولكن ما منشوفها متنوع أو منشوف الخلافات أكتر يمكن لأنه السوشيال ميديا هلأ صار لكن الحال هلأ منحكي عن السوشيال ميديا وعن علاقتك بالسوشيال ميديا اليوم بعد هالمسيرة الفنية الطويلة أكتر من أربعين سنة لا أقل من أربعين أقل شوي عم تكبرين بس عم نحكي عدد كتير كبير من الأعمال وهي الواحد عمره بأعماله حبيبتي حبيبتي شو فينا نقول أخد منك الفن وشو عطاك أخد مني شغلي كتير غالية اللي هي اللي هي الأمومة الفن أخد منك الأمومة لأنه بوقتها تعرفي أنت كان في حرب وكننا يعني نروح على التصوير ما نعرف منرجع أو ما منرجع والطفل ما زنبه فشو قول أنا لا تروق الحالة لحتى هيك أنه ما عندي هالمشكلة اللي ما تخليني أني يجيب فأجل أجل وقت النوات ربنا ما أعطان ما عنديك ولاد لأنه أنت أجلت بالأول مش من الأول كنت عم تجاربه وقال الله ما أعطان لا 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 أنا أجل وبعدين يعني فيه ظرف بس ضحيت من الأسباب وشو أعطاك الفن أعطاني محبة الناس والأهل والأصدقاء بالعودة للحديث عن الولاد فكرت الشي بالتبنى لا ليه لا إلك ليه لأنه أنا بعرف كتير ناس تبنوا وبس وعيوا شوي وبمجتمعاتنا بالأخص صار فيه خلاف كبير بينهم وبين الأهل اللي ربهم أهلهم بالتبني خلافة شو وعلى العكس يعني فيه أنه بدنا نعرف مين أهلنا ما أنت وقت اللي بدك تتبني بتتبني من دار أيتام بتتبني من بدنا نعرف مين أهلنا وأنا بعرف زميلة وصديقة يعني عانت الويلات من وراء أنه هي حمتها للبنت عملتها مثل بنتها وأكتر بس البنت رفضت دايما عملت لها مشاكل دايما عملت لها قصص فأنا ما فكرت فيها مع أنه مرات يعني بيقولوا الأم هي اللي بتربي مش هي اللي بتخلف طبعا بتربي بتقولي عن بنت أختيك عن شي من دمك ولحمك هاي الرابط اللي بينك وبينها ما معقول تحقد عليك مع أنه يمكن تصير بس أما شخص غريب مش من لحمك ودمك وانتي تضحي كرماله وآخر شي حتى إذا هو كان قبلان بهالشي الناس ما بتتركه لو أنت لقيت أنت مين بيك أنت مين أمك هاي مش أمك هم اللي بيعملوا المشكلة للولد أو للأهل طيب اليوم ختام الأم بكل الحالات بالزعل بالمرض بالفرح بتتصل بيولادها صح ختام اللحم اليوم بمين بتتصل بهالحالات بإخوتي أنا عندي إخوتي كتير كمان مثلي أنا عطفيين ومناح ومحبين ونحنا الرابط للعائلة كتير قوي عرفتي يعني هاي ربنا يمكن ما بيرمي إلا يعيد يمكن حيدا عوضك بمحلات معينة عنه معاندي أختي أنا بعيد الأم الكل تليفوني ما بيهدأ عرفتي شو إذا بمرض شوية الكل بيركد علي إذا أي شي بيصير معي الكل تليفونات لا الحمد لله يعني ما محسسيني بهال فراغ الدائم يعني منلاحظ بأدوارك أنه أغلب الأدوار اللي بتلعبيها أدوار أمومة طبعا قدي صعب عليك هالشي بالوقت اللي أنت منك مجربيته بالحقيقة وعم تنجح فيه نجاح مبهر هون السر شو السر هو لك وقت الشخص عاطفي وقت اللي أنت بتدرسي الشخصية صح وإنت منين طلقتي هاي الشخصيات جارتك أختك أمك هول الناس اللي بيأسروا فيك وكيف تعاملهم مع أولادهم هلأ أيام بتقولي هاي الأم قاسية بس بالنهاية أم بس طريقتها بالتصرف بتختلف عن التانية العاطفية بتلاقيها أنه دايما تقدر تكون عاطفية بكل بكل الحالات يعني كمان بدي أسألك عن سر تاني زواجك استمر كلها المدة بالرغم أنه ما في أولاد ومنعرف كتير قصة الزيجات ما استمرت لأنه ما في أولاد هون بدك تخبرينينا شو السر لكن هو بالبداية بصير في حب زواجت عن حب يعني بعدين العقل بصير يشتغل ووقت اللي بصير في تفاهم واحترام وسئة هي اللي بتخلي الاستمرارية بصير في صداقة رفتي أنا جاوزة ما بعتبروا أنه هي جاوزة قلة جاوزة لا أنا بعتبروا صديق لألي داي بقى شو قصة الحب كيف بلشت علاقتكن طالما في قصة حب وراها بدنا نعرفها لا كنا بالشغل يعني وفي صلة قرابة بالعائلة من ناحية بيت إختي فكنا وخية بنفس الشغل دايما نلتقي ودايما كنا صداقة وبعدين صارت القصة حب يعني هلأ بدي أرجع لأدوارك وللتمثيل خلال مسيرتك تعرضت لكتير انتقادات أنه بأغلب أدوارك بك بك دموع يعني الأم الحنية وكم من في بكة وفي دموع ما حدا ما حدا قال لي فيه فيه مقالات يعني ده لأنه بكل دور ممكن يكونوا قالوا بس كتار بيقولولي شو منتأثر شو منحسك طبيعية شو قريبة لقلنا أنت الأم اللبنانية أنت المثال لقلنا أنت مش عم بيقولوا هيك يعني عم بيسيرون فيها ما حدا سألهم يعني حتى لو سمعت هيك أنت قادات تنزعج مني لا 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 أبدا حتى إذا شخص قال أنا ما بحبه بنبزعج هيدا رأيه هيدا أنا ما بقدر أفرط هالي على حدا أنا منشان هيك قلتلك ختام اللي بتحب الناس قد ما هي بتحبه يعني أنت ما بتصدي أنا بس أمشي أنا بمشي بالشارع مني من النوع أنه أنا لا أنا قاعدين ما لازم حدا يشوفني أنا محدا يسلم علي بالوقت لي فيه عالم ما بتمشي بالشارع أصلا فيه فنانين ما بيمشوا بالشارع هيدا هني حرين بس أنا لأ طبيعية كتير بروح بجيب غراد عيشي حياتي طبيعية ومهنة بحبه عم بطلع فيكي هلأ بوجك اسم الله عليكي يعني بهيدا العمر الواضح أنه ما فيه ولا إبرة بوتوكس ولا إبرة فلر عمليات تجميل أنت بعيدة عنها وفيه ممثلات لأ مضطرين أنه يحافظوا على كل شكلهم كما الأدوارهم أنا عند الشخص أنت ما نتمنى تنعب هيدا الموضوع لا لأنه كل عمر له جميله ما فيني أنا هلأ أعمل حالي بنت عشرين سنة لا الصوت بيبين العين بتبين بس ما بتعتبر أنه الأدوار بعدما تصير تخسر أدوار يعني اليوم ما فيه أدوار لعمرك مثل الأدوار ما هو مش ما هي التمثيل ما هو دايما فيه البطل والبطل هني الصغار فيه الخالي فيه الأم فيه اللجارة بفيه البطل والبطل يبدو يندلون الصغار هني حري آه ليش لا ليش لا وهي أناعة هني حبين يضلوا هيك بس فيه ناس بتنتقد إنه ليش بيبين عليهم اللي عم يعملوا هيك وليه أنا ما بحب عم بقلك أنا عم بترجع لو أنا ما قتنع بهالشي بروح بعمل ما كنتي شفتيني بهالشكل بس ما عندك مشكلة باللي بيعملوا آه يعني أنا بنصح ما يكتروا أنا عم بصير كتير شوي في عم بتأثر عم بتأثر على شغله بتعتبر شكلك كان له دور كتير بأدوارك الفنية طبعا الطول السمار طبعا الشكل ايه بس التعبير الوجه هو الأساس وجك بس ممتعتمين مرة تحطك بقالب معين وظلمك آه لا لأنني لعبت كل الأدوار لعبت القاسية لعبت اللقيمة لعبت الطيبة لعبت الحنونة لعبت كل الأدوار يعني والحمة والعمية كله لعبت بدي أرجع شوي ل ما فيني يقول حطوني بهيدا القالب إنه بس لقيمة لقيمة طيبة طيبة عرفتي لا لا لأنك قدرت تتنوع بالأدوار الحمد لله بدي أرجع شوي لختام الإنسانة أنت لبنانية من بعلبك وعندك أصول سورية أمي إيه شو بتعني لك اليوم سوريا الشام يعني أنا نصي شامي شامية شامية بحبة للشام لأنه بيت جدي فيها لأنه أمي من هنيك بحبة ما عندي مشكلة معه على شو بيصير بالبلد أنا كمان ضد اللي بيجي وبيعتدي وبيعمل جرائم يعني عم بيروح الصالح بدار الطالح بها مثل ما بيقوله بس مشكلة سوريين زي بعضهم بتروح بتزوري الشام إيه أنا من من شي عشرين يوم كنت عم صور هنيك ومال أبان صورته بسوريا مع أنه كنت بالأول رافضة روح لأنه آخر عمل عملته مع الأستاذ نجرة أنزور كان بداية الحرب عم تحكي 2012 2011 خفت خوف طرقات فاضية الحدود فاضية اللبنانية والسورية أنا شو جابني وأصر بده إياني يقول لي ما حدا بيلعب الدور غيرك يخيش بدك فيه في عندكم مسلين جيب أي حدا أنا ماني قادرة يقول لي أبدا بعتلي سيارة أخدني صورت معه ورجعت وقلت التوبة ما بقلوب فقل أنا واسمع أخبار واسمع أشياء قل بدي روح اشتغل برياحة يكون مبسوطة ما بحب أنا التشنجات وإلا هاي إنه قد ما كان بياخد من شغلي آخر شي بمال الأبان تصلوا فيي إنه مع أستاذ بسامكو سوانا كتير بحبه إنسان كتير بيأثر فيي وبدك تلعب دور والدته وفقت ضغري وهلأ أعملت بفويس رحت نهار ضيفة كمانكي عمي فيكن تجيبه لا بدنا إياكي